شاعر الحبشي عمري أبو عبد اللطيف رحمه الله كان شاعر انفذ تميز بمفردته اللطيفة كتب عمار رائع جدا وكذلك بالإضافة لشاعريته كان ملحن جميل جدا وألحانه نجح تنجح غير عادي قصائده اللي كتبها على ألحاني طبعا تعاون مع الفنان الراحل سالب بن علي وسقله أول عمل وطني في سنة 1974 على إذاعة السلطنة بعنوان حي قيدنا قابوس وبعد هذا العمل بسنة تقريبا سجلت له أعمال أخرى مع الفنان سالم بن علي ومن ضمنها حياتي يا روحي وطابة اليالينة ويا هاجري ومن بعدها بدأت تعاونات شاعر الراحل في أعمال أخرى مثل ينادوني حبيب الروح ويعيبوني وهي من كلماته والحاني وكذلك تعامل مع السيد خالد بن حمد في عمل حمولي صبر بالإضافة لأعمال أخرى مثل مسكين من قدر مابو خله وشبيه البدر وكذلك بتعاون مع الفنان أحمد بن بارك ودير وسالم محاد وحكم عايل وآسيا الكندي ومدين مسلم وغيرهم من الفنانين كانت هذه نبذة سريعة عن شاعرنا الراحل ثانب بن ناصر الحبش العمري رحمه الله وأسكنه فسيح جناتي أهل الوديعة خذوا بالقيل والشايع باعوا الودايع وبكوا خافقوا الوالهام يعيبوني ونلعفوا لمسامح لاني مغالط ولا في الناس جارح أبات ليلي ودمعي علو جنهتان مهما يقولوا أنا في الخاتمة إنسان قضيت عمري محبا غادي رايح وسهرت عيني وأدميت الجوارح حبه حبيبي بقلبي له علو الشان حب تعدى شواط القلب والوجدان حتى يقول في هذه القصيدة الرائعة أقسمت بالحب وبعرف اللوايح ماخون حبي ولا بهدم سوارح دام الدنيا تلامسها قدم إنسان باصون عهدي وبتحدى البشر والجان رحم الله شعرنا سالم بن ناصر الحبشي العمري